السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في اول محاضرة معانا من محاضرات كورس باور بي اي طيب ايه هو برنامج باور بي اي برنامج باور بي اي هو برنامج تابع لشركة مايكروسوفت بيستخدم فيه تحليل البيانات انك تعمل اناليسيس للداتا بتاعتك سواء كانت الداتا دي بقى انجينيرينج داتا فاينانشال داتا تمام؟ هو بيساعدك انك تعمل تحليل الداتا بتاعتك وتتخذ قرارات مهمة بناء على تحليل الداتا دي تمام؟ طيب احنا بالنسبة لنا كمهندسين هنستخدموا في ايه؟ احنا هنستخدموا في عرض البيانات بتاعتنا او الاوتبوتس بتاعتنا سواء مثلا نتايج برنامج زمني نعمل تراكينج مثلا للبروجرس نعمل تراكينج للريسورس نعمل تراكينج لاي داتا عندنا تمام؟ تظهر البيانات بتاعتك بشكل بروفيشنال وبشكل سهل والاكسس بتاعه بيكون سهل لك انه بيكونش فيه مشاكل بقى انك تدور بين داتا وكده وتفضل تقرونهم ببعض لا الموضوع عندك بيكون باين في شكل داشبورد او شكل فيجول فيجولز وانتر اكتف يعني اي تغيير يحصل على الفايل اللي انت شغال عليه سي مثلا انت شغال على فايل اكسل فلما بتعمله لود على الباور بي اي اي تغيير بيحصل في الاكسل هو بيسمع مباشرة في الباور بي اي جزت انك بتعمل ريفريش بس تمام؟ فالموضوع سهل الموضوع سهل ومريح وممتع وشيق تمام؟ كمهندس انت بتتبسط لما بتكون بتزهر شغلك بشكل 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 اي تغيير يحصل بحيك بيسمع على طول في الداتا بتاعتك على اي فايل انت كنت شغال عليه تمام؟ فدي كده كانت مقدمة سريعة عن برنامج باور بي اي طيب احنا عندنا ايه الاسامبل داتا اللي هنشتغل عليها في المحاضرات بتاعت الكورس عندنا هنا فايل عندنا هنا فايل مجموعة مشاريع تمام؟ في منهم المشاريع المتاخرة وفي منهم المشاريع اللي سابقه تمام؟ عندنا شوية داتا مثلا يعني عن المشروع ده هنا رقم العقد بعد كده البروجيكت نيم مثلا ساوز فيلا طايب اي طايب بي طايب سي وهكذا تمام؟ عندنا تاريخ توقيع العقد بعد كده البروجيكت البداية التعقدية يعني او بداية تنفيذ المشروع التعقدية بدأت من امتا؟ تمام؟ بعد كده عندنا بيزلاين الاساسي يعني او الخط المرجع للمشروع بعد كده الابديت فينش الفينش اللي بتطلع من الابديت انت بتعمل ابديت بشكل دوري على البرنامج الزمني مثلا سواء كنت بتعمله بشكل اسبوع او بشكل شهري فدي الابديتت فينش عندك تمام؟ وهنا عندنا الابروفد او تي وهو الابروفد او تي اللي انت واخده من المالك هنا لكل مشروع برده تمام؟ وبناء عليها عندنا رفايز اند ديت لكل مشروع تمام؟ يعني الابروفد اند ديت هو الابروفد او تي تمام؟ الابروفد اند ديت اللي هو التأخير عندك او عدد الايام اللي انت سابقها الابروفد يعني اللي اختلاف تمام؟ الابروفد اند ديت هنا رفايز اند ديت ناقص الابديت فينش تمام؟ لما بيكون بالمينس طبعا انت متأخر لما بيكون بالموجب انت سابق تمام؟ بعد كده بقى عندنا شوية البيانات اللي بنتطلعها من الابديت عندنا الاسستادوال percent complete performance percent complete ما هي النسبة الانجاز المفترض تكون منحققها عند ال replied date اللي انت شغال عليه מécality percent complete هي النسبة الانجاز الفعلية اللي انت محققها في المشروع تمام؟ بعد كده نقل percent percent per month يعني يعني مثلا عندنا خلال شهر اكتوبر انت حققت خمستاشر فيلمية مثلا من total العمل الكم مفتوض التاحققها في الشهر ده تمام بعد كده عندنا الـ upfront data date الهوى التاريخ data date اللي احنا عامي Sao بعد كده عندك العرص وال 얼마 بعد كدة بعض المالك يعني او الفلوس اللي دفحها المالك بعد كده عندك الفاضل في المشروع وعندك الهو المشروع. ده حجم الاعمال او بتاعك. ماشي وبعد كده عندنا هنا الملاحظات. يعني ملاحظات ملاحظاتك على المشروع. اه عند الاتا ديت اللي انت شغل عليها. تمام هنا مثلا بيقول لك يعني المالك علق الاعمال لفترة من الزمن. تمام بعد هنا مثلا بيقول لك يعني مسلا كان فيه اه مواد طلبنها وتأخرت. فهي ملاحظات يعني. تمام برضه عشان ندخلها معنا في الداشبورد اللي هنعمله. تمام. ده كان اوفر فيو كده عن الشيت اللي هنعمله لودنج في الباور بي اي تمام. نخش هنا على البرنامج اول ما بتفتح البرنامج بيطلع لك الشاشة دي تمام. الولكم انترفيس. انت تحميله ازاي تحميله سهل جدا هتكتب باور بي اي ديسك توب على على جوجل وهتحمله من ميكروسوفت ستور ما فهوش اي مشاكل. بيهل حساب بتاعك بتاع ميكروسوفت تمام. نقفل بس شديد الوقت كده ونبص بص. هنا عندنا دي هنا القائمة اللي على يمين دي دي الفيزوليزيشنز اللي هي الشكل للتشارطات اللي انت هتستخدمها تمام. عندنا هنا بيقول لك امبور داتا فروم اكسل او ممكن تجابها من اس كيو ال سيرفر مباشرة تمام بتاع البرمافيرا اللي انت تشغل عليه. احنا هنشتغل في الكورس ده على الاكسل. تمام? وانا برضو افضل انك تكون شغال على الاكسل مباشرة عشان التعامل يكون سهل. تمام? اللي هنا دي الشاشة دي هي الشاشة الخاصة بالداشبورد. اللي انت هتعمله. تمام? طيب لو بصينا هنا. الشاشة دي بتكون خاصة بالداتا اللي انت جايبها. سواء انت جايبها من اكسل او جايبها من واتفر. دي خاصة بالداتا. تمام? بتكون ظهر هنا. طيب هنت هتزهر معنا دوقتي لما نعمل امبورد داتا على طيب اول خطوة هنعملها طبعا هنجيب الديتا بتاعتنا على باور بي اي هتخش من هنا على جيت داتا ال اكسيل وركبوك او من هنا امبورداتا فروم اكسيل تمام؟ هيسألك فين مكان الفايل هنختار من هنا برنامق لها الديتا فايل اسمه باور بي اي اللي هو فيه الديتا اللي هنطلعها على باور بي اي تمام انت ممكن تعمل يعني امبورد للفايل وهو مفتوح عادي مفوش اي مشاكل يعني ممكن تعدل في الفايل وهو معموله لودنج اصلا على باور بي اي باوردو دي مفعاش مشاكل يعني دنيتك مرتاحة مكش اي مشاكل خالص الموضوع البرنامج سهل جدا في التعامل ومريح جدا فاهمني؟ مش زي مثلا البرمافيرا عشان تعدل في فايل ال اكسيل عشان تعمل له امبورد على البرمافيرا لازم يكون فايل ال اكسيل المعمول له سيف ومقفول وكده لا مفيش الكلام ده هنا تمام؟ هنا بيسألك عن الشيت اللي انت هتجيبه دي الشيتات الموجودة جوه الفايل هنا عندنا project status هو مفيش غيره تمام؟ فانت هتختار project status هيظهر لك هنا يعمل لك كده يعني preview عن الديات اللي انت هتجيبه تمام؟ تعلم عليه من هنا هيقول لك load او transform data يعني خلينا نعمل transform الاول transform لو انت عايز تعمل تغيير على البيانات قبل ما تدخلها تمام؟ فخلينا نعمل transform data الاول هيظهرها لك هنا في الpower query power query ده معروف في الاكسل اللي موجود يستخدم برضو لو عايز تعمل تحليل بيانات او كده او تعمل private tables وهكذا وموجود برضو في power bi هنا هيفتحه لك في الpower query انك تبص على data قبل ما تعمل لها preview قبل ما تعمل لها sorry loading تمام؟ طيب ايه اللي عندنا هنا؟ عندنا هنا الpower bi بيتعامل مع columns تمام؟ هم مش بيتعامل مع خلايا منفردة الوحدة لا هو بيتعامل مع الاعمدة يعني هنا جاب لك column 1 ال data نوعها ABC ABC يعني text تمام؟ column 2 نفس الكلام برضو text column 3 نفس الكلام وهكذا تمام؟ عندنا هنا مثلا هتلاقيه هنا هو مسميلك الاعمدة ب column 1 column 2 3 4 5 يعني انت مش عايز الكلام ده تمام؟ انت عايز اسم ال column عندك يبقى نفس الاسم الموجود على ال Excel يعني هنا مثلا responsible manager project name contract number baseline and date وحكذا فدي هتعملها ازاي يعني عشان برضو لان انت لو عملت لودنج كده على طول هتبقى هتزهر عندك الاعمدة في شكل column 1 2 3 وكذا فانت هتتلخبط بقى لا مش هتعرفتش تعمل كده فلازم تخلي الاعمدة دي بنفس اسمها اللي موجود ده فدي هتعملها ازاي هتيجي هنا من هوم وهتقول له use first row as headers تمام؟ هتدوس عليها تمام؟ يبقى هنا هتلاقي زهر عندك هنا الاسم الاعمدة برضو لسه column 1 column 2 وكذا الان second row first row عندنا اصلا هو كان في الواحد تسعة عالفين تلاتة عشرين التاريخ دي فهتعملها كمان مرة تمام؟ هتدوس عليه كمان هتلاقيها ازايجي هنا هنا serial number contract number project name responsible manager وكذا حلو الكلام؟ حسنا هنا لما تيجي تبص على كل column كده هتلاقي هنا في ABC ABC يعني ايه الكلام ده؟ هنا column ABCD يعني ده نوع ال data اللي موجودة في ال column ده تمام? ABCD يعني text تمام؟ وهكذا كل ده text ما عندناش مشكلة فيه حسنا نخش هنا على contract signing date دي مفروض تواريخ فهنا هتطلق اللي هي العلامة دي دي علامة التاريخ تمام؟ فهو كده هو فهمها ما عندوش مشكلة فيها تمام؟ هنا كده نفس الكلام وهنا دي ارقام كتب عليها وانتوسرية على طول كذلك revised and data وهو كده هو هنا فهم نوع ال data اللي موجودة في كل column تمام؟ يبقى زيال full كده ما عندناش مشكل تمام؟ وهكذا الحد اخر column عندك اللي هو column تعمل لحظات هو فهم انه هو ABC حلو الكلام؟ طيب هنا عندنا المنيو اللي على الجنب دي المنيو دي فيها المنيو دي فيها اللي انت بتعملها في transform يعني سي مثلا دلوقتي لو احنا جينا شلنا مثلا او غيرنا نوع من انواع الاعمدة دي يعني هنا مثلا عندنا budget total cost هو كاتب انه هي one two three تختار مثلا one two decimal number تمام؟ هتقوله or add new step هتقوله add new step تمام؟ هتلاقي هنا ظهر عندك في steps ان انت عملت خطوة جديدة تمام؟ طيب لو انت عايز ترجع بقى في الخطوة دي تعمل ممكن تمسح الخطوة دي من هنا تمام؟ رجع عندك هتلاقيها رجعت زي ما كانت حلو الكلام؟ طيب احنا كده يعني استعرضنا الداتا بتاعتنا زبطنا الهيدرز تمام؟ اه نبدأ بقى نخش نعمل له close and apply من هنا خلي بالك حاول تخلي الفايل اللي انت الشكل علي وهو فايل الexcel تكون الكولومس بتاعتك يعني انت مثلا لو جيت هنا حزفت كولوم او ضفت كولوم جديد لما تيجي تعمله بقى refresh او تعمله ريلود تاني هيدي معاك errors بعد كده وتضطر ان انت ايه تمسح بقى الكولومس اللي اضافت او الكولومس اللي انت مسحتها دي تشيلها اصلا من الفايل من جوه يعني قصة تانية كده فحاول تخلي الكولومس بتاعت المشروع اللي انت شغال عليه او الفايل اللي انت بتعمله باستمرار تكون الكولومس بتاعته سبت تمام هنا هتيجي كده تبص الشيط اللي انت عملت له هتلاقي كل الكولومس عندك موجودة بالتايتل بتاعها حلو الكلام طيب هنا مثلا لو هنا اطلعنا بقى على صفحة الداشبورد دي الصفحة ان شاء الله اللي هنبدأ ننشئ فيها الفيزوليزيشنز بإذن الله في المحاضرة الجاية تمام محاضرة النهاردة كده كانت استعراض عن الداتا بتاعتنا واذا نعمل لها ترانسفورم جوه باور بي اي قبل ما ندخلها تمام هناك اعمدت هائية كانت هذه اعمدت هائلة نسبة تمام ف دعنا نشوف هنا كده باور بي اي قريحة يعني هنا مثلا عندك سكدول باور بي اي قريحة واباور بي اي قريحة واباور بي اي قريحة هو قريحة هنا كرقم عشري ليس نسبة لحنا نريح نجحة نسبة ستقف هنا على العمود وهتختار نوع الـ data من هنا وتختار % تمام؟ هتقول لـ current لا يوجد أي مشكلة تمام؟ هتلاقي الزبطت معك هنا بقت 95.6 يعني بقت رقم % رقم نسبة مئوية زي ما احنا متعودين نعرضه دائما في الشوق لان تمام؟ كذلك هتغير دي خليها % تقول لـ مش مشكلة تمام؟ ودي كمان تمام؟ يبقى احنا كده شكل الـ data بتاعنا مظبوط ما عندناش اي مشكلة تمام؟ هنا blend value or end value ما فهمش مشكلة كذلك الـ actual cost حلو الكلام؟ يبقى احنا كده زبطنا كل الـ data بتاعتنا قبل ما نبدأ نشتغل في الـ visual ان شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ نعمل الـ visual مع بعض بإذن الله الموضوع سهل وبسيط ومحاضرة دي كانت يعني مقدمة كده وازاي نعمل ترانسفورمينج الـ data قبل ما نبدأ نشتغل يعني عشان نشتغل بعد كده نشتغل على نظافه برضو ما يكونش فيه ايه مشاكل في الـ data وكده بس اشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقا شكرا